مش سهل الموضوع علي أنا يعني كان خصوصاً لأني أنا الله يرحمهم ولادي اثنين مستشهدين وظل هنود يعني كثير صعب الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم أنا أم الشهدين محمد وأحمد سليت أم الأسير البطل محمود سليت الملقب محمود بأبو هنود محمود الله يرض عليه هو نولد في تاريخ 22-11 تاريخ استشهاد الشهيد البطل محمود أبو هنود إحنا يوم هاسب هو نولد محمود أبو هنود استشهاد فسمناه اسم مركب محمود أبو هنود فظل هذا الاسم معاه لحد الآن كان محمود الله يرضى عليه اللي هو أبو هنود ابنه كان في صغره دائماً يظل يسألني ليش سمتوني هذا الاسم يعني نحكي له إحنا عن قصة محمود أبو هنود فكأنه يعني ترعرعت في باله بفكره قصة محمود أبو هنود محمود الله يرضى عليه وفيك أسره يا رب يعني من صغره من هو في الروضة يعني كانوا في روضته روضة الأقصى كانوا يعطونا أنه لائحة أنك تكتبه ملاحظات عن طفلك فتجمع الكل اللي بتكتبه طلع محمود الله يرضى عليه طلع أنه هو قيادي يعني هاي النتيجة كلها طلعت أنه قيادي كان محمود الله يرضى عليه كثير مرضي دائماً بس أبو يروح على شغل يعني كانوا يروح معاه يظلوا موقف ويفكر ويركز وكل واحد كل واحد يروح معاه يعني يروح على شغل مع أبو عنده الشخص الشخص على سريع يحكي له هاذ ابنك عبكري وهاذ ابنك ذكي من صغره منهو صغير محمود الله يرضى عليه كان من أصحاب المساجد من رواد المساجد يعني ما شاء الله عنه كان شاب دين طقي هادي حنون حني غير شكل كل هذا نبذناه وكله انتبهنا له منهو من صغره كان طوع جداً سكوت هادي بنفس الوقت ما بسكت عن حقه من صغره برضو ما بسكت عن حقه يعني إذا حدا يعني ساكت ساكت حدا طب بحقه لا ما بسكت عن حقه لحد ما كبر طبعاً يعني الله يرضى عليه كان أهم إشي رضى أمه وأبوه أهم إشي عنده يعني حتى الناس كلها يعني إخوانه الشباب أصحابه كانوا أنا من كثر ما يعني أظن أرضى عليه يحكولي بترضى عليه في آي بي هاي اللي بيحكوها يعني الله يرضى عليه كثير كثير مرضي كان هو الصاحب والأخو والصديق والابن كل إشي أنا أنا يعني عمستوى أنا إمه يعني إذا بدي أي شغلة لو أنه في عز شغله في عز أزمته خمس دكايك شغلتي تبكى جاي يعني ما بتأخر علي بالمرة يعني أمره ما خلى دمعتي تنزل يعني كل إشي سندنا سندنا هنود ما شاء الله عنه الله يا ربي فيك أسعب يرضى عنه هنود كان في صغره إلما أبوي يروح على شغل كان يروح معاه فيعني أبوي لما يصلح الشغلة عند الناس يعني كان هنود يظلوا واقف ويراقب ويركز ويفهم يعني كبل ما أبوي يحكي له يعطيني الشغلة يعني هو هنود يعطي إياهم فكل حدا يعني هنود راح عندهم مع أبوه هو صغير في الشغل يعني يحكي له مطيع لأبوي يعني إنه هذا الولد ذكي وهذا الولد ما شاء الله قائد وعقلية وعبقرية هم كليتهم يعني الثلاث وبالأخص محمود كان يعتبرني أنا أمو الثانية حتى كان مسجلني هيك على تليفونه وكان داما يحكي لي أنه أنا يعني بحس حالي أقرب مثلا إليك بإني يعني بشوف خطني احترامي إليك مثلا أزيد لأني بحسك مثل أمي يعني ما بحبش تزعلي ما كانش يحب أزعل ولا حتى إذا غاب عني يوم أو يومين هو لحاله يرني اللي يحكي لي مش تكتليش أحكي لهم بلا إنه طيب وليش مرة النتيش علي قاجي عندك بفترة مثلا تكمل الدراسة في الجامعة إنه كان عندي بيبي صغير فكنت حاططها بالحضانة فهو كل يوم عليه مهمة تأخذها وتودايتها على الحضانة حتى إنه بوسط يعني أزمة الشغل عنده برن علي يحكي لي مثلا إنه شو مع آيلا أودتي لها أكل ولا أودي لها يعني رغم إنه هو لحاله هيك بتذكر يعني هاضمن عظم مشاعره مثلا حتى دائما حتى بتذكر كلمة كان يحكيها إنه أنا أصلا يعني جربت شعور الأبوة منه أنا صغير لأنه عندنا إحنا أختين صغار كثير شو هالجبلوت اللي عندك يعني هيك هو بيحكي إنه يعني هذا الشهيد وراح على الجنة ويعني إنه ما شاء الله عنه ليش نبكي عليه ليش نعيت عليه أنا إلما طلعنا أحمد الله يرحم ويغفر له يا ربي ويرزك الفردوس الأعلى كان هالنوض حاضنة ما ما كنتش حاسس إنه أحمد طلع خلص أنا مركي ظهري على جبل وهو فعلا يعني كان جبله شامخ الله يرضى عليه وفيك أسره ما شاء الله هو اللي نبه عليهم هو اللي بدي لبسه العصبة هو اللي زبطه هو اللي حمله هو اللي حكي لهم إني أنا بدي أدفنه معني كل ناس صافني فيه مستغير بيمنله هالجرأة إنه يدفن أخوه طبعا بتعرف مشاعر يوم محد يفقد غالي عليه بتكون منهارة وإش زي هيك لكن هو لأ أثبت للجميع إنه هو وأثبت لنفسه إنه هو ما شاء الله قادر عن هذا الإشي على هذا الإشي إنه يعمله فدفنه وظبط قبره ورتبه وروح على البيت بيحكي لي ما شاء الله الكرمات اللي حصل عليها أخوي أحمد ما شاء الله عنها بتخلي الواحد يرتاح بتخليه مطمئن بينما كان فيه إله أخو محمد الله يرحمه الشهيد محمد كان كثير كثير عيط على أحمد ما تحمل وما استوعب خبر استشهاده على رغم إنه كان عارف إنه رح يستشهد بس كان صعب عليه كان يوميا أنا روحي يعيط عليه على القبر سبحان الله لا حد ما لحك أخوه لأنه ممي كانوا درب واحد ماشين يعني كانوا يحبوا بعض كثير ما يفارقوا بعض لا بالحياة ولا بالموت تاريخ 8-1-2024 قريب الساعة يعني ستة ونص بالليل ما إحنا كاعدين بأمان الله يعني بثواني سمعنا صوت طلاق نار إشي رهيب جبهة لا توصف يعني طلاق نار يعني زي كأنه الواحد حرب يعني ما أجب بالي ولا خطر بالي واحد بالمية أنه يكون هالنود اللي يعني هاي الأشياء كلاتها عليه يعني ما خطر ببالي هذا الإشي بعد ربع ساعة نص ساعة واللي هم بيحكوا اعتقال محمود سليت ما إحنا كانت يعني صاعقة علينا وتنصدمنا وتفاجأنا في هذا الخبر كان يوم أجا محمد بيحكي لي ما الإعلام العبرة منزل أنه حسب ما هو كاتب الإعلام أنه معتقلين قائد كتاب عز الدين القصام في طول كرم في منطقة طول كرم وأكبر إرهابي في طول كرم فأنا تفاجأت وانصعقت يعني أنا بعرف هالنود من الشغل للدار من الدار للشغل إذا كان ينزل هالنود كان ينزل إسعاف بس غير هيك اللي ما بعرف يعني وتفاجأت مفاجأة كبيرة أنه ينكتب عنه هيك يعني حكيت له يوم هدولة قاعدين بيخبصوا اليهود لأنه أخوه شهيد عشان هيك فكانت صاعقة يعني كبيرة اعتقال هالنود كان إخسارة إنا وللدنيا كلها لأنه هالنود ما شاء الله عنه يعني أظن عيد وحكي أنه هو الأب والأخ والصديق والدكتور وكل إشي هو بحياتنا الله يفك أسر يا رب نود كأخ يعني كان إحنا خمس خوات إله ما كان يفرق بنقب ولا بين واحدة فيهم مستحيل يزعل واحدة فينا ويخليها زعلاني لا لازم يجي رضيها لو بعد لو يضل يرن عليها لو يبعد فويسات أي إشي مهم إنه ترضى ورضيط يتأكد خلص لازم يتأكد أنه إحنا رضينا منه لما بدنا إياك أخ بنلك بدنا إياك أب منلك بدنا إياه إنه ملجأ أسرارنا برضو منلك شو ما بدك بتلك وحتى كصديق سند يعني عن جد نعمة الأخ ونعمة السند فعلا وكثير منفتقد هذا الإشي هسه لأنه إحنا فاقدين اتنين ومحتاجين حد يقوينا وهو مصدر قوتنا في الحياة يعني جربنا يوم أحمد لما كان كيف كان حاطت إيده على كتفنا ما تزعله هو مكان أحسن مننا وكذا إنه خلص يقوينا ويصبرنا وعن جد كان يصبرنا بس هسه مفتقدين هذا الإشي لأنه مش موجود يعني لما استشهد محمد هالنود لما نزل عن الإعلام العبري إنه اعتقلوه إنه مصاب بس إحنا ما بنعرف شو إصابته ومدى إصابته لما اعتقلوه الكينا وراه وراهم باعتقاله بوته جرابته بلوزته بلوزته في علينا هون دعسة بستار يعني من بين معروفة إحنا ضلينا لحد ثلاث شهور وإحنا ما بنعرف عنه ولا إشي هو شهيد وهو صاحي هو نايم شو مدى إصابته وين إصابته ما بنعرف عنها ولا إشي ضلينا مقطوعين عنه لحد ثلاث شهور لحد ما سمحوا له إنه يتصل فينا فهو خبرنا وين إصابته وهو كان همه الوحيد في اتصاله إنه يتطمن علي وعخواته وعلى أبوه باتصاله كمان طمننا إنها إصابته الحمد لله هو ما برضى يعني يخليني أهمل همه حكالي يما إصابته في رجلي في القدم أول أربعين يوم أو أول شهر كان في سجن الرملي وعملوله عملية في رقبته لإنها زرعوله فيها بلاتين لما تصل علينا بعد شهرين بعد شهرين من عمليته حكالي أنا الحمد لله يما الرقبة منيحة ومزرع فيها بلاتين ما تهملوا همه يعني الحمد لله طمننا عن إجره طبعاً الاتصال كان من الشرطة واقف عنده هالنوت داخل التحقيق حكالي أتصل على يد الشرطة وحكالي اتصل إحكي سمعي صوتك لإبنك هاي أول اتصال كان سمعي صوتك لإبنك فهون سمعته صوته بدون ما أنا أسمع صوت إبنك كان يعني شعور يعني صعب جداً أنك أنت تحكي بدون ما تسمعي صوت إبنك فبعدها كمان إسبوعين خلوا هالنود يحكي معنا وكانت فرحتنا كبيرة كبيرة يومها أنه إحنا سمعنا صوته وحتى يعني صار صراخ في البيت من الفرحة أنه إحنا سمعنا صوته أنه عرفنا يعني الحمد لله أنه عقيد الحياة من بعد سجنه بلش الناس بعد سجنه شهر شهرين بلش الناس بالإشاعات يجوا يحكولي إبنك في إيل ودخل في عملية بيت ليد أنا أحكي لهم لا يعني مستحيل أنا ابني من الشغل للدار من الدار للشغل على المحل يعني ما فيه ما فيه أي بوادر بتعطيني أنه ابني يعني عامل إشي كل مرة بيحكولي لا ابنك هيك وابنك عمل عملية وابنك إله دخل وابنك هو اللي راح عملها وأنا أحكي لهم لا هاي هنا هيك مكان بستار الجندي لما إحنا لما راحهم الجيش يعني اعتقلوه وكوات خاصة طبعا هي اللي راحت اعتقلته لما أخذوه راحهم هدول الكينورا هاد الجوكات بتيت البوت وبتت الجرابة ملان عليهم الدم وشضايا هاي ريحته اللي ضلت لك احنا محتفظين فيه والله هي ريحته لبستارها موجودة الحمد لله رب العالمين الحمد لله قدمنا الحمد لله رب العالمين الشباب اثنين شهداء وهاي إن شاء الله الله بيفرجها عليه هالنود بطل إن شاء الله من الأفطار الحمد لله رب العالمين الحمد لله أنا مش ندماني ولا على إشي الله يرض عليهم هم ما شاء الله عنهم فخر إلا هم أبطال هم شوئش زينة الشباب زينة الشباب والله العظيم زينة الشباب الحمد لله الحمد لله بعد ما روحة بعد ما روحة احنا جينا على بيتنا جينا نشوف يعني ونجينا نتفكد المخيم وجينا نشوف شو صار ونشوف ابننا يعني طبعا للشهيد جينا لكين البيت كله معلم محروك نصه محروك نصه معلم احنا تفاجأنا واستغربنا ليش معلمين البيت جيراننا كلياتهم يعني عادي بعرفش كين بيوتهم واش زيك احنا حرق ومعلمين البيت فاجأنا يعني بعد ثلاث شهور بعد ما نزلت من بعد ما نزلت لقحت الاتهام احنا يعني يعني خاص عرفنا ليش موضوع البيت هاي صار له أربع شهور الموضوع موجود هنا وإحنا مش عارفين شو ما صير البيت يعني احنا مستأجرين ومهجرين من بيتنا ومش قادرين نرجع عالبيت مش عارفين شو ما صير البيت يعني هادا البيت يعني بحوي كل ذكرياتهم من صغرهم لحد ما استشهدوا لحد ما محمود انسجن يعني لأنه لعند استشهد أولادنا احنا طلعنا منه لأنه كان يجي رصاص وما لا نرصاص به تطلعنا منه أنا تقريبا يوميا باجع هذا البيت باش هم ريحتهم فيه بتذكرهم همي إشي كاعد هون إشي بحكي معي إشي يعني كل ذكرياتهم فيه أنا كل يعني أغلب الأيام بنزل هون بستذكرهم بستذكر حركاتهم يعني إن شاء الله إنه خير إن شاء الله ما يصير له إشي لأنه عن جد هو بذكرني فيهم كل ذكرياتنا أنا وياهم فيه طبعا محمد هو الأخ الأكبر ومحمود الوسطاني وأحمد الصغير صح إنه فيه فرق كبير بالعمر بس كانوا الناس سيفكروهم إنه قد بعض هم الثلاثة برفعوا الراس وهم أبطال وكانوا السند طبعا وهم الثلاثة يشتغلوا مع بعض وكانوا يحبوا بعض كثير وكل شي يعملوا يعني مع بعض وطلعتهم مع بعض ومزحهم مع بعض يعني ما كانوا يفرقوا بعضهم بالمرة كانوا الثلاثة هم أكثر مني أخوة كانوا أصحاب كثير مع بعض يعني وبرفعوا روسنا وهم أبطال ولدرجة إنه فترة استشهادهم واعتقال محمود الله في قسره كانت فترة قصيرة يعني وراء بعض يعني بين أحمد ومحمد يمكن بس شهر ونص وبين هنود ومحمد بس سبعتاشر يوم يعني كان فرق صغير ورب نصطفاهم شهده لأنهم أبطال أولادي الله يرضى عليهم بالنسبة لها أحمد أحمد كان يعني البطل الحنون ماشاء الله عنه الله يرحمهم محمد وأحمد كانوا يعني نزينة الشباب من خيرة الشباب ماشاء الله عنهم صلوا صوموا من رواد المساجد الله يرضى عليهم يعني كثير كانوا حنونيين مؤدبيين خلقين وبالاخر يعني الحمد لله رب العالم الله أكرمهم ورزاقهم الشهادة هنود ماشاء الله عنه الثاني الله يفك أسره يا ربي ما بعرفش يعني ولا إشي بقدر يعني أوصفه يعني يعني فيش وصف اللي يعبر عنه فيش تعبير اللي يوصفه يعني فيش ماشاء الله عنه الله يفك أسره وبطل و و شجاع اللي كان ييجي يحكيلي إنه ابنك مثلا إله دخل في عملية بيتليد أنا على السريع أحكي له لا يعني أنت متخيل شاين عملية بيتليد يعني أنا ما بدي هسا أحضل ابني ما بدي ما رح أشوف ابني ما رح يعني يعني مش ساني سنتين ثلاث يعني هيك كنت ما أوصف لكم هنود شو قلنا والله ما بوفيهوش حقه يعني هذلك اثنين استشهدوا والله يرحمهم وخلص يعني إحنا مركينين على إنه في سند ورانا هم استشهدوا قضاء الله وقدروا وبرضو حبسته قضاء الله وقدروا بس كان صعب هنود شاب يعني عقد حاله وين ما تحطيه بيثبت شخصيته بيكون كدها في شغله بين صحابه طبعا وقت الجد جد لما يكون فيه مزرح ضحك بتلكيه ما أخذ على الوضع يعني صراحة فخورة فيه جدا يعني هنود شاب بيحب الحياة بيحب يعيشها بكل تفاصيلها كان يحب كرة القدم وحلمه وحلمه يوصل لبرا وعالميه يعني يكون وحتى هون كان مسجل بالنادي وأخذ أكثر من كأسه وأكثر من مدالية ويعني ما شاء الله عنه بشغله كان شاب متقن شغله بعمله يعني كيف ما كان وشو ما كان وكان شاب بخاف ربنا تقي من رواد المساجد يعني بسم الله ما شاء الله عنه دين خلوك محترم حتى كان يظل يحكي لنا أنه بدي أتجواز بدي أخليك بدي أبني يعني معادي شاب مثل هالشباب بدي يعيش الحياة الحمد لله رب العالمين الله يرضى عليه يعني أنا صرت أذكر أنه كيف كان هو يظل يفكر ويسأل عن شهيد محمود أبو هنود أنه يعني كيف دائما كان يفكر في موضوعه وأنا يعني خلص يعني سعيتها رجعت للماضي أنه فعلا كاين يركز في موضوعه مية في المية وأنه دينشق عن نشقته وأنه يعني بس بدي يصير زي محمود أبو هنود وأنه يعني ما شاء الله عنه هايو أعطانا نتائج زي محمود أبو هنود لما وصلتنا لائحة لما وصلتنا لائحة الاتهام لما قرأنا اللي فيها وعرفنا اللي فيها خلص أنا هيك تأكدت من حكي الناس وإشاعات الناس عرفت أنه ابني أحد منفذي عملية بيت ليد وبلعة البطولية البطولية الله يرضى عليه ويفك أسره يا رب أني أنا الحمد لله رب العالمي يعني حمدت ربنا وكنا يعني لعتراض عهوكم الله ومتأم يعني حسب ما هو اتصل عليه برضو وحكايني أنه متأمل هو بالصفقة كثير تأمل بربنا بالأول ومتهم بالصفقة وإحنا نفس الإشي طبعا مثلا إحنا حاليا الحمد لله رب العالمين طبعا إحنا فخورين فيه كثير ومستنى رجعته بأحر من الجمر وأملنا في ربنا كبير ويقين بالله أنه إن شاء الله راجع إحنا شايفين رجعته زي ما إحنا شايفين كل الناس والبشر اللي حولينا وإن شاء الله إنها يعني كرم شتعين إن شاء الله بإذن الله أنها كرم شتعين أنا بتمنى من ربنا تخلص الحرب وترجع الدنيا زي ما كانت ويطلع ابني بالصفقة ويرجع لحضنة ويرجع يعني يفرحنا البيت نجوزه ونفرح فيه يخلي فينا أولاد وبنات ويرجع لنا محمد وأحمد بما إنه ما فيش عندي إلا هالنود يعني هو سنده السا الوحيد في الدنيا كل هذا هدلاك الله يرحمه محمد وأحمد يعني استشهده وتجوزه خور عين هو نجوزه ونفرح فيه بدعي ربنا دائما إنه الله يفك أسرع وإن شاء الله يمرك هالوقت بسرعة لأنه إحنا كثيرا مشتاقين لإله ولأنه ما ضلش إلا هو يعني إلنا هو الأخ الوحيد اللي ضايل إلنا وعشان هو جبل كان موقف معنا يوم فراق أحمد الله يرحمه الله يرحمه محمد وأحمد ويجمعنا فيهم جنة النعيم ويفك أسر محمود يا يمات مات السجن ما توهن بازني وسنة الله المحل الصبر يا أمي يا أمي نفسي نفسي هاي بأغنية رجالة يا بار نفسي إني أحضنه نفسي يعني هنود هنود أبوي وأخوي هنود روحنا كل ياتنا هنود بطل يعني هنود رجال جبل شامخ عم تتعجز أنا كلهم تفرج عن صوره بس نفسي اللي أحضنه نفسي أشم ريحته وهو سندي سندي يعني ظل أقول لكم سندي بك 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 كنو سندي أصلا يعني الله يرضى علي يرجع سالم يا رب إنه على القلي يعني خلونا نروح نزوره نشوفه نسمع صوته نفسي إنه موسيقى موسيقى يما ما تجولي يا يما يا حنوني واحتسبي بسبيل الله ابنك ويمتهوني موسيقى 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 موسيقى